مرحبا صديقائي كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أنكم تمام معكم أمين نحنا رح نعمل سلسلة بتخص المنح اللي ممكن يستفادوا منها الطلاب العرب أول منحة جابي لكم لياها اليوم رح نحكي عنها هي منحة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية طبعا البنك الإسلامي للتنمية بضم بيضويته 57 دولة من أربع قارات هدفه من المنح اللي بقدمها هو يتبادل المعارف بين الدول الأعضاء وحتى مع المجتمعات المسلمة الثانية اللي بغير دول الأعضاء أول شيء لازم نعرفه هي شروط المنحة وهي بالبداية أنه يكون المتقدم من مواطني دول أعضاء للبنك أو من المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء أنه المتقدم ما يكون مستفيد من منحة تاني وأنه يكون مناسب ولائق من الناحية الطبية ومستعد للخضوة للفقوصات الطبية بعد ما يتم اختياره هلأ بالنسبة للي بدي يؤدم على البكالوريوس لازم يكون مخلصة ثانوي وحاصل على الحد الأدنى من العلامات الجيدة بالمواد الرئيسية أو أنه يكون الطالب بالسنة الأولى بجامعة بدولته أو بوهدي من دول الأعضاء اللي بترتبط باتفاق مع البنك مثل ماليزيا المغرب تركيا أو غيرها بالنسبة للماجستير لازم يكون الطالب حصل على تقدير أعلى من جيد أما بالنسبة للدكتورة المتقدم لازم يكون معدل الماجستير لا يقل عن جيد جدا يعني فوق 80% وشهادة الماجستير اللي معه لازم تكون بوحدة من المجالات الدراسة اللي بيشملها البرنامج اللي رح نذكرها بعد شوي المجالات اللي بيحق للمرشحين وتابعة الدراسة فيها متل ما ذكرها موقع البنك الإسلامي للتنميهين الزراعة المستدامة، التعليم، الطاقة، التعليم من أجل التنمية المستدامة، الكيمياء، الخضراء، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاقتصاد والتمويل والصرافة الإسلامية ومجالات العلوم الاجتماعية وباقي المجالات تكرناها بالمقال اللي رح نحط لكم إياه بصندوق الوصف هلأ بننتقل للميزات والتسهيلات والرواتب اللي بتقدمها المنحة بتقدم المنحة راتب ما نثابت يعني متوافق مع تكلفة المعيشي ببلد الدراسة بتم دفع تكاليف رسوم الدراسة طبعا إنزا كانت موجودي تكلفة العلاج الطبي سواء كان بمستشفى جامعي أو بمستشفى حكومي تذاكر سفر بالطائرة ذهاب وإياب وبدل استقرار وتجهيز بالنسبة للطلاب اللي رح يتم اختيارهم للدراسة بالخارج بدل نقضي لإعداد بحث التخرج بالنسبة للماجستير بدل نقضي لإعداد الأطروحة بدل كتب وملابس بالنسبة للدكتورة أما بالنسبة للأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل فهي نسخة طبق الأصل عن السجل الأكاديمي للمتقدم شهادة جامعية نسخة من جواز السفر شهادة لغة إنجليزية مثل التوفل أو غيرها من شهادة الميلاد أما بالنسبة للتسجيل فبيتم من الموقع الرسمي للبنك الإسلامي للتنمي ونحن حطنا لكم رابط التسجيل ولازم ننوح على شغل أنه آخر مهلي للتسجيل هي 28-02-2020 هذا كان كل شيء معنا اليوم استنونا بالفيديوهات الثانية إن شاء الله مع تمنياتنا نحن فريق مركز الخوارزم إلى كل الطلاب بدوام التفوق والنجاح ويعطيكم العافية